السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من اليمن تقول أنا في صلاة الظهر صليت ما أدري هذه الركعة الأولى أو الركعة الثانية بعدين عملت التشهد وصليت ركعتين وسويت التشهد الأخير وقمت صليت ركعة لأني شكيت هل نقصت ركعة أم لا وبعدين سويت أيضا تشهد وسجت لي أسه أختيه عبد الله بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك أي شخص الآن يقول أنا ما أدري هذه الركعة الأولى ولا الثانية شك يجعلها الأولى يبني على مستيقن أي شخص يقول ما أدري ها ركعة الرابعة ولا الثالثة يقول يجعلها الثالثة لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على مستيقن ولذلك أخطأتي أخت الفاضلة حينما قسمت الصلاة بمثل هذه الطريقة الواجب عليك كان مدام أنك شكيت تقول ما أدري الأولى ولا الثانية تجعلينها الأولى وتكملين وبعدين تسجدين للسهو أما قضية أني أسلم وبعدين أجيب ركعة لا هذا خطأ بارك الله فيك وأنا أنصحك بأنك تعدين هذه الصلاة وتتعلمين أحكام السهو في الصلاة عبد الله من تركيا يقول الإمام عندنا في صلاة الجمعة قرأ الآية أربعين من سورة الأحزاب دون أن يقرأ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخر الآية ولم يسجد هل صلاة صحيحة؟ عبد الله من تركيا بارك الله فيك بالنسبة لصلاة الإمام صحيحة نعم مدام أنه أتى بشروطها وأركانها وأما إذا أخطأ بالسنن فإن الصلاة لا تبطل بدأ عن الفاتحة سنة وليست بفريضة الفريضة هي قراءة الفاتحة فما دام أنه حصل الخطأ في السنة فصلاته صحيحة وصلاته من وراءه صحيحة يبقى قضية هل يستدرسه أم لا؟ يعني من أهل العلم ذهب إلى أن ترك السنة يسن له سجود السهو ومن أهل العلم من قال بأن السجود السهو متعلق بالأركان والواجبات وهذا الذي يظهر والله أعلم أم محمد من اليمن تقول من الذي يعقد لأختي بعد وفاة أبي؟ أم محمد من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للذي يعقد لأختك بعد وفاة أبيك هو ابنها إذا كانت متزوجة وطلقت أو مات عنها وليها أما إذا لم تكن متزوجة أو كانت بكرا مثلا فإن الذي يقوم الجد يقوم الجد مقام الأب ثم الإخوة الأشقة ثم الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقة ثم الأعمام لأب ثم أولاد الأعمام الأشقة ثم أولاد الأعمام لأب يعني العصب هؤلاء العصب فهل الجد موجود؟ الجد هو الذي يقوم في تزويج حفيدته إذا تقول لي الجد غير موجود إخوانها الأشقة هم اللي يزوجونه إخوانها الأشقة هم اللي يزوجونه بارك الله فيك عمر من سوريا يقول طلقت وعندي أطفال وأمهم تركتهم وهم في حضانتي والآن تزوجت وزوجتي الثانية تساعدني في تربيتهم هل دعاء زوجتي الأطفال كدعاء الأم بمقام الإجابة والرحمة التي تنزل على الولد إكراما لأمه أخي عمر من سوريا بارك الله فيك بالنسبة لهذه المرأة الثانية لا شك بأنها امرأة عظيمة و امرأة طيبة و امرأة فيها رحم و رحمة و هذه نعمة من نعم الله و لذلك هذه المرأة نبشرها بخير أي امرأة تحت رجل عنده أولاد من غيرها و تقوم على رعايتهم و صيانتهم و تربيتهم هذه امرأة أنا أبشرها بالخير فقد جمعت و حازت ربما ما لم تحزه الأم الأصلية ما لم تحزه الأم الأصلية فيا أخي الفاضل قل لها تدعو لأولادك و إن شاء الله دعاها مستجاب تعتني بهم تحتسب الأجر تتحمل أذيتهم فلها الأجر و ستجد بركة ذلك في حياتها بإذن الله في حياتها و مع زوجها و مع أولادها أيضا و في مالها و في عبادتها بشرها بخير أخي الفاضل فإن شاء الله بإذن الله دعواتها مقبولة و تجتهد في هذا حتى ينهض الأولاد و يكبرون و ستجني ثمار هذه التربية بإذن الله أبو معاذ من السعودي يقول أنا متزوج من 18 سنة لدي من الأبناء اثنان المشكلة زوجتي تشيل على أمي و أخواتي في تصرفاتهم حتى أن لا تقوم بزيارتهم و إذا تكلمت معها في هذا الموضوع تخلق مشكلة من لا شيء و يكون جدال بيننا حتى أسكت عن الرد لعدم نشوب مشكلة بيننا ماذا أفعل أبو معاذ بارك الله فيك بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تحترم زوجها و أن تحترم كل من له اتصال بزوجها من والديه و من إخوانه و من أخواته و لا يجوز لها أن تتعرض لهم بالسب أو الشتم أو الغيبة أو شيء من هذا القبيل فهذه ليست من أخلاق المسلم على جهات العموم و أما كونها زوجة فإن هذا يتأكد في حقها أكثر من أي امرأة أخرى و لذلك يجب عليها أن تتق الله و أن تخاف الله و أن تتحبب إلى زوجها بإكرام و والدته و والده و إخوانه و أخواته بكف لسانها عنهم و أيضا بالإحسان إليهم و لذلك لا يجوز لها أن تستمر في مثل هذا الطريق السيء و أنت يا أخي الفاضل بارك الله فيك تسألها يعني ما الذي يجعلها تسب الوالدة هل الوالدة تعاملها بفضاضة بقسوة بعنف مثلا انصح الوالدة كلها مهما كان هذه أم عيالي أما إذا كانت الوالدة بريئة الوالدة طيبة الوالدة بركة و لكن هذه المرأة ما تحب أم الزوج مثلا فهذه ظالمة لنفسي ظالمة لنفسي و صدقني يا أخي الفاضل أي امرأة سبحان الله تبيت النية الخبيثة السيئة أو تقصد يعني إيذاء أهل الزوج من دون سبب ستعاقف في الدنيا قبل يوم القيامة عقوبتها حاضرة سبحان الله العقوبة من جنس عملها سلطى الله عز وجل عليها من من يؤذيها الإذاء الشديد من حيث لا تحتسل ولا تتوقع ما تتوقع هذا الشخص يؤذيها و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة إن العذاب من البغي و قطيعة الرحم البغي و قطيعة الرحم فيا أخي الفاضل أصبر على زوجتك ذكرها بالله خوفها بالله قلنا هذا الكلام ما يجوز و حرام هذا بغي و إذا كانت الوالدة و الله فعلا تتعرض لزوجتك بالإذاء أنصح الوالدة بلطف و بلين و قل هذا أم عيالي و هذا مهما كان و شيء من هذا القرار أم إذا كانت الوالدة بريئة فزوجتك ظالمة ظالمة صبر عليها و انصحها اعظها ذكرها إذا استجابت الحمد لله ما استجابت أنت بالخيار أنت في حل في موضوع بقائها و عدم بقائها لأن لا خير في امرأة ظالمة لا خير في امرأة ظالمة لا خير في امرأة تتعرض لأهل الزوج من دون سبب أبدا فقط لأجل أنها يعني تأخذ زوجها بعيدا عن أهلي مثل ما يفعل بعض النساء الحمقوات تركز على أنها تأخذ زوجها بعيدا عن أمه بعيدا عن أبيه هكذا هذا همها و هذا قلقها شغال ليل نهار أنها تبعد زوجها عن أهلي سبحان الله لهم يعني هناك نساء سبحان الله تيجان و الله على الرؤوس و مر معنا قصص كثيرة في هذا البرنامج المرأة الزوجة هي تقول لي زوجها ليش ما زرت أمك اليوم ليش ما زرت أبوك اليوم هي الزوجة تحاسب زوجها أن ما راح لأبوه أمه اليوم هذه النساء اللي فعلا صالحات قانتات حافظات للغيب تيجان على الرؤوس هذه المرأة اللي التقية النقية اللي فعلا متربيه تربيه خرجت من أسرة ربتها تربية صحيح أسأل الله أن يحفظ الجميع عقب بن سيد محمد من موريتانيا يقول ما صحت حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم أخي عقب بارك الله فيك بالنسبة لهذا الحديث حديث باطل لا أصل له هذا الحديث حديث باطل لا أصل له ولذلك يحرم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله وإنما اختلقه الأفهاكون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار أمت الله من كندا بارك الله فيها تقول أنا عندي قريب أسكنته بيتي من غير إيجار لمدة سنتين على نية الزكاة هل زكاة صحيحة؟ اخت أمت الله من كندا بارك الله فيك بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين له شروط وله أحكام ومن جملة ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يجر نفعا إلى نفسه بهذه الزكاة ولا أن يحمي ماله بهذه الزكاة وما فعلته خطأ ولذلك هذه ليست زكاة مقبولة الزكاة فيها أخذ وإعطاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما في حديث ابن عباس فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم كذلك نية لا بد من النية نية إخراج الزكاة أما قضية أنك تنتفعين بالزكاة بمثل هذه الصورة هذا لا يجوز فانتبه وأعيد حساباتك في هذه المسألة فاطمة من العراق تسأل تقول هل العين تقع فقط بالسمع بدون رؤية العين مثلا أحد سمع عن عائلة أنها غنية فقط سمع ما شاف بعين هل تقع العين؟ اخت فاطمة من العراق بارك الله فيك بالنسبة للعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول وَإِيَّ كَانُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزِلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرِ وَيَقُلُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ قال كثير من أهل التفسير في وجه راجح لَيُزِلِقُونَكَ يعني يصيبونك بالعين النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ولذلك العلم يذكرون بأن العين يصيب فيها العائن الشخص بالرؤية وبالسماء أيضا بالرؤية وبالسماء فقد يصيب شخص آخرين ولم يرهم أمامه وإنما فقط بالسماء ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن هذه العين هو نفس يخرج من صدر الإنسان من عينه كأنها السهم سبحان الله العظيم وهو أمر مرتبط بالقدر يعني فإذا قدر الله عز وجل إصابة هذا العين وقعت وإذا لم يقدر لم تصب حتى لو كان بالرؤية ولكن على الإنسان أن يتقي هذه العين واتقاء هذه العين يكون أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالوقوف عند حدوده وبترك محارمه وأيضا عليه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وأيضا أن يأمر العائن إذا رأى شخصا يعين أو اشتهر عنه العين يأمره بأن يبرك يقول له قل ما شاء الله قل تبارك الله قل كذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك كذلك صنع المعروف إليه وهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس هؤلاء الذين يصيبون في العين حسده في الغالب حسده ولذلك عيونه ما تشبع فينظرون إلى الآخرين فلذلك أكرمه وأكرم عينه هذه بالعطاء بالهدية بكذا هذا مما يدفع به الشر مما يدفع به الشر كذلك الإنسان يعني يحرص على أن يقطع الذرائع و يسد الوسائل التي أو يقطع الوسائل و يسد الذرائع التي تفضي إلى استجلاب العين و لذلك جاء في الآثار أن عثمان رضي الله عنه رأى غلاما تأخذه العين يعني أهل مجملينا مغسلينا مطيبين ملبسينا فقد دسموا نونته النونة هذه اللي في الخد يعني لا تخلوا بهالجمال هذا حتى لا يتعرض للعين المقصود أن الإنسان يحاول قدر ما استطاع أنه يقطع هذين فالجواب على سؤالك أخت الفاضلة نعم العين قد تكون بالسماع و قد يكون بينك و بين الآخرين مسافة نسأل الله تعالى لنا و لكم الحماية و الصيانة إبراهيم من اليمن يقول كلمة آمين هل هي من القرآن أم لا إبراهيم من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لي آمين ليست من القرآن و إنما هي سنة مستحبة يقولها الإنسان بعد قراءة الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة بارك الله فيك أبو محمد من اليمن يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن مما أحفظ أو من الجوال وأنا جنب أبو محمد من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لقراءة الجنب للقرآن منعها جماهير أهل العلم من السلف والخلف ولذلك قالوا الجنب لا يقرأ القرآن سواء كان من حفظه أو من المصحف أو من الجوال لأن حدث الجناب وقت حدث الجناب وقت فيزول بالاقتسال فيزول بالاقتسال ولذلك وإن كانت النصوص الواردة في هذا الباب لا تنتهض للاحتجاج بالمنع من جهة الإسنات إلا أن بمجموعها يصلح يعني الحديث الواردة كل حديثا على حدة ضعيف من جهة الإسنات لكن بمجموعها وكذلك الآثار عن الصحابة مما صح عن الصحابة هذه كلها تنتهض للاحتجاج والقول بالمنع ولذلك الجنب لا يقرأ من القرآن سواء من حفظه أو من المصحف وذلك كما ذكرت بأن حدث الجناب وقت يزول بالاقتسال ماهر الوصابي من اليمن يقول ما حكم صلاة قيام الليل يعني كيف تكون في أني أنوي أصلي لله يعني ماذا أنوي قبل الصلاة يقول جدتي عاجزة لا تقتل تصلي وهي واقفة وتستغفر وهي مقتجعة هل يجوز ماهر الوصابي من اليمن بارك الله فيك وتقبل الله منك بالنسبة للجدة نبدأ بالجواب عليها إكراما لها نعم تصلي جالسة إذا لم تستطع القيام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جم أما الاستغفار وذكر الله سواء المقيد بعد الصلوات أو الاستغفار المطلق أو الذكر المطلق هذا على كل حال قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أما قضية كيفية النية النية سهلة يا أخي الفاضل بارك الله فيك النية محلها القلب النية هي عزم القلب على فعل الشيء هذه النية النية لا تحتاج إلى تلفظ التلفظ في النية بدعة يجي واحد يقول نويت وأن أصلي قياما هذه بدعة النية محلها القلب طيب كيف تنوي تتوضى وتقوم تصلي الليل هذه النية إذا وقفت بين يدين لما تقول الله أكبر تستحظر أنك قاعد تصلي قيام الليل تصلي ركعتين بارك الله فيك يا ماهر أبو خليفة من الكويت يقول هل من السنة عند دخول البيت قول بسم الله ثم يقول السلام عليكم تطبيقا للآية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة أبو خليفة من الكويت بارك الله فيك الجواب نعم بالنسبة لي الإنسان إذا دخل بيته يستحب له أن يسمي نص على هذا الفقه نص على هذا الفقه ويذكرون في هذا أدلة وبعضهم الدليل هو القياس والمقصود بأن الإنسان إذا دخل بيته يقول بسم الله ويسلم سواء كان البيت فيه أحد أو لم يكن فيه أحد فسلموا على أنفسكم على أنفسكم يعني على إخوانكم على من في البيت لأن هذه من إطلاقات النفس من معاني النفس فيسلم الإنسان يقول بسم الله يدخل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلم على أهل البيت بارك الله فيك الأخت أمت الله من اليمن تقول يعني عندي كفارات جماعة في النهار الرمضان زوجي توفاه الله عز وجل أطعمت عنه ستين مسكين وبقي الكفارة عندي أنا أنا ما أستطيع الصيام هل أطعم ستين مسكين أخت أمت الله من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للجماعة في نهار الرمضان من أشد مفسدات الصيام وفيه الكفارة المغلضة اتقوا رقبا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع فإطعم ستين مسكين وقد أحسنت حينما بادرت إلى إخراج الكفارة عن زوجك الذي توفاه الله عز وجل بقي أنت هل فعلا أنت غير قادرة على صيام شهرين متتابعين إذا قلت نعم تنتقلين إلى إطعام ستين مسكينا كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم البنين من موريتانيا تقول أنا بنت عمري ثلاثة وعشرين سنة كنت قد نذرت في صغري وكان عمري إذ ذاك ثلاثة عشر سنة ألا أترك صلاة راتبة الظهر ولكن مع الأسف لم ألتزم بها أصليها أحيانا وأدعوها هل إذا توبت من هذا يكفي أن نلتزم بها في المستقبل إلى آخر ما ذكرت أختي أم البنين من موريتانيا بارك الله فيك أولا بالنسبة لك إذا كنت أثناء النذر صغيرة غير بالغة ما بلغت بعد فإن هذا النذر لا اعتداد به ولا يترتب عليه شيء من الأحكام إذا كنت صغيرة يعني لما قلت لله علي لم تكن بالغة وتعرفين البلوغ بلوغ المرأة تشترك مع الرجل وتزيد عليه الحيض تزيد عليه الحيض أنت ثلاثة عشر ما بلغت خمسة عشر سنة هل حطت في هذا السل إذا قلت لا فأنت صغيرة ما عليك شيء إذا كنت بالغة بلغت نعم يترتب عليك ذلك عليك أول أن الاستغفار والتوبة إلى الله لإخلالك بالنذر الأمر الثاني بالنسبة لصلاة العصر ليس لها راتبة فإذا قصدت الصلاة بعد العصر فهذه حتى في النذر لو نذر شخص يقول لله علي أن أصلي بعد كل صلاة ركعتين نقول ما تصلي بعد الفجر ولا بعد العصر لماذا لأن هذه أوقات ليست محلا للصلاة ليست محلا للصلاة إلا الصلاة المقضية ولذلك أخوة الفاضل إذا كنت بالغة عليك أن تكفري أن تخرجي كفارة يمين طعام عشرة مساكين فإن لم تجد أو لم تستطيعي فتصومين ثلاثة أيام تكثرين من الاستغفار وتواضبي مستقبلا على السنة الراتب سنة الظهر أما العصر ليس بعده سنة راتب وليس قبله سنة راتب إنما سنة مطلقة بارك الله فيك أم علي من اليمن تقول ورث من أبي وأمي وشيخ تركنا أمي تركنا لوقت صلاح البيت وتركنا فترة يمكن أربع سنوات وما زكينا لأن طرحناها لأجل تصريح البيت والحين جاء وقتها والحين أصلحت بيتها العليا شيء وما زكيتها كل هذه الفترة أم علي بارك الله فيكي طبعا سؤالك بالكاد أقرأه لأن فيه تقديم وتأخير لكن الذي فهمت بأن أتاكي ورث من أبيكي وبعدين هذا الورث أخرتيه من حيث إخراج الزكاة بسبب تصريح البيت وشيء من هذا القبيل أخت الفاضلة إذا كان هذا الورث أقرأته للوالدة لأجل إصلاح البيت ومضى عليه سنة نعم تخرجين زكاة أما إذا أنت تبرعت به للوالدة وراحت كملت فيه البيت وأصلحت فيه البيت خلاص تحول هذا إلى شيء آخر ما فيه الزكاة بارك الله فيك أم محمد من اليمن تقول أبي وأمي يبيعوا أراضي بالملايين ويعطون إخوتي وأنا وخواتي ما شيء وقالوا بأن أنتم لا نعطيكم شيء هل يجوز يا شيخ مثل هذا يعطون للإخوة ويتركون البنات يعطون يعني الذكور ويتركون البنات أختي أم محمد من اليمن ما ذكرتيه يشير إلى أن هذا نوع من أنواع الظلم الذي حرمه الله وهو أن أبويكي يشتغلان بالتجارة ويبيعون في الأراضي يعطون الذكور دون الإناث ولما سألتم قالوا أنتم ما لكم شيء طيب ما لكم شيء لماذا هل الأولاد يشتغلون مع والديهم بجهدهم وبمالهم مثلا شركة يعني معهم حق أما إذا كان هكذا فقط الوالدين هم اللي يشتغلون ويعطون الأموال للذكور دون الإناث هذا ظلم أصلع فاضح خطير نسأل الله العافية والسلام خاصة وأن البنات غير راضيات ولذلك على الوالدين أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن لا يلقوا الله ظالمين ينتبهون لها النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم الظلم ظلمات يوم القيامة فيا أخت الفاضلة ذكر الوالدين قولي لهم إحنا نخاف عليكم من غضب الله من الذي قال بأن البنات ما لهم حق البنات لهم حق في الهبة في الحياة الدنيا ولهم حق في التركة بعد الوفاة إذا توفي المورث الأب أو الأم من الذي قال بأنه والله يعطى الذكور فقط وقد يكون الوالد أو الوالدة يقنعانكم بأن والله الأولاد هذول هذا حق شغلهم الأولاد هم عطونا مال واشتغلنا لهم ممكن يكون عندكم لبس أنت إذا والله ما في أي شيء لا لا ذكريه بالله ذكر الوالد والوالدة وقول لي والله نخاف عليكم إحنا غير راضي من داخلنا هذا ظلم بارك الله فيك حسناء من الجزائر تقول أنا وأسرتي نقطم في منزل جدي توفه ونحن بقينا في المنزل البلدية منحت أبي سكن اجتماعي لكن بعيد عن وسط المدينة ولا نملك وسيرة التنقل مع العلم أبي متقاعد ودخله ضعيف والحكومة طلبت حق المفتاح للسكن الاجتماعي وبما أن دخل أبي ضعيف تدين من زميله لدفع حق المفتاح وقام بإكراء أبي بإكراء السكن الاجتماعي ريثي ما يسوي الفريضة هل ما قمنا به صحيح أختي حسناء من الجزائر قرأت رسالتك فظهر لي بأن ما قمت ما قمتم به صحيح ولله الحمد والمنى ما دام أنه باتفاق الورثة باتفاق الورثة هذا البيت اللي وريثه والدك عن جدك وبعدين عنده ما ذكرتيه من السكن الاجتماعي واقترض حتى يسدد هناك ما فيهش يعني إكراء البيت الجديد لأجل تسديد الديون القروض ما فيهش فعلكم صحيح ولله الحمد والمنى أبو خالد من أبو ظبي يقول لدي قرض من بنك إسلامي بنظام طويل الأجل لدي أملاك تعادل ربع قيمة القرض أدفع القصد الشهري من راتبي ثم تم خصم راتبي وصار القصد الشهري واحتياجي اليومي ما يقطون كامل الراتب اضطرت أن أصرف من المبلغ المدخر عندي في البنك وصار اعتمادي عليه بشكل أساسي في تلبية الحاجات اليومية للعائلة هل تجفيه الزكاة أخي ابو خالد من أبو ظبي بارك الله فيك الجواب نعم إذا توفر فيه شرطان بلوغ النصاب وحولان الحول فما دام أن هذا المال اللي في الحساب اللي أنت مدخرة قد بلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه سنويا بإخراج ربع عشر فالعشرة آلاف فيها ميتين وخمسين المائة ألف فيها الفين وخمسمية ما دام أن هذا المال قابل للنماء غير كاسد فأنت بارك الله فيك هذا المال لو شغلت أشتغل جاب لك أرباح فهو قابل للنماء ولذلك يجب عليك أن تخرج زكاة أم سفر من السعودية تقول بعت ثلاث بناجر ذهب قيمتها الفين وتسعمية وخاتم بسعر مية وخمسين بعتها بنية أني أشتري غيرهم بس حدثني الظروف وأخذت المبلغ هل فالمبلغ زكاة طبعا الذهب مستخدم والمبلغ استخدمت قبل ما يحل عليه الحول أختي أم سفر من السعودية بارك الله فيك بالنسبة لبيعك لهذا الذهب واستخدامك المال اللي يعني بعت في الذهب في أشياء ثانية وما بقي منه شيء ما عليك فيه زكاة ولله الحمد قل منه ما عليك إلا إذا بقي عندك مبلغ قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني تستقبلن به سنة جديدة نعم تخرجين زكاة و بارك الله فيك أما الصورة اللي ذكرتيها ما عليك فيها زكاة أبو محمد من عمان يقول امرأة تزوجت أو نعم تزوجت ابنتها وفي يوم الخطبة قامت أم العروس أم العروس بالتصوير عند المعرس مع ابنتها العروس هل هذا يجوز؟ أبو محمد من عمان بارك الله فيك بالنسبة للخطبة هذه ليست زواج الخطبة ليست زواج فإذا كان هناك خطبة و ليست ملكة يسمونها العوام ملكة كتب كتاب الخطبة هذا وعد بالزواج يحرم على أم الزوجة أن تكشف على هذا الزوج المتقدم لماذا؟ لأنه أجنبي ما زال أجنبي ما زال أجنبيا أما إذا كتب الكتاب عليها حتى ولو لم يدخل بها حتى ولو لم يدخل بها فإن أمها تحرم عليه أم الزوجة هذه أم البنت تحرم عليه يجوز أنها تخرج وتكشف عليه مثلا لاحظت يا أخي الفاضل فالعقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات فأنت ذكرت في سؤالك تقول خطبة يعني ما تم العقد هذا اللي أفهم أنا هل عندكم شيء أخي الفاضل في عمان أن الخطبة هي الملكة إذا كان هذا يجوز ما فيه بارك الله فيك أم عبد المنان من الشارقة تقول هل يجوز إعطاء زكاة الزكاة لحالات المرضى اللي محتاجين علاج أختي أم عبد المنان بارك الله فيك الجواب نعم هؤلاء أولى بالزكاة من غيره مرضى ليس عندهم القدرة على مصاريف العلاج والمستشفيات والعمليات هؤلاء أولى بالزكاة من غيره فالجواب نعم يعطون من الزكاة ما داموا فقراء أو مساكين أو غارمين أو ما عندهم القدرة اللي فعلا يحصلون فيها على العلاج أو يدفعون رسوم المستشفيات بارك الله فيك مريم جمعان من اليمن تقول عمري ثلاثين سنة إحنا أخوان أو نعم تقول أسرنا تكوى من بنتين ولد وعندنا أب وأم الأب الأب لا يسأل علينا من يوم وجدنا على الأرض لربتنا أمي الله يطول بعمرها الأب مسافر في السعودية تقول الحمد لله ربي أكرم بخير لكن لا يصرف علينا أمي ربت منزل ليس عندها شغل تزوجنا وإحنا صغار عشان خايفة من المسؤولية وعشان زوجت أو زواجنا يساعدوننا بس والله يا شيخ تقاطعنا علشان نجلس في بيت زواجنا حتى على الذل والمهانة إلى آخر ما ذكرت قالت بأن فقدنا والدنا أعمامنا قالوا أن أبوكم عايش وشيء من هذا القبيل تقول يعني لو نتصل عليه ما يرد وأيضا الوالدة قالت بأنها تزوجت وأيضا يعني قالت أنتم خرجتم من ذمتي قال هذا يجوز أختي مريم يعني ما ذكرته والله مؤلم ما ذكرته والله مؤلم يعني حالة من التفكك حالة من التشرذم لهذه الأسرة مما يدل على أن الأب الأسف الشديد لم يراقب الله عز وجل في أسرته ولا في عائلته ولهث وراء الدنيا وركض وراءها على حساب الأسرة وعلى حساب هؤلاء البنات ما أدري ماذا أقول لك أخت الفاضل لكن الإنسان عموما يعلق نفسه بالله عز وجل لأن من علق نفسه وقلبه بالله عز وجل فمعه الفئة التي لا تغلب والله ناصره وحاميه بإذن الله فإذا اتقيتم الله وأديتم الفرائض وعملتم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى أبشري بخير ستجدين بإذن الله النصر والسعاد والعافية وإياك أن تجعل محور حياتك هذه القضية يعني افترضي وما أحبه الله أقول هذا الكلام أن أبوك مات ماذا تصنعين افترض إعمامك مات ووالدتك ماتت مثلا ماذا تصنعين فعلقي قلبك بالله احرصي على الفرائض احرصي على العبادات على الطاعات أنت وخواتك أو أنت واختك الثانية واستقيموا على دين الله وأكثروا من الدعاء وهذا ما يمنع مراسلة الوالد ما يمنع من إدخال أشخاص يذهبون إليه تكلفونهم يقول يتق الله عز وجل إما يأخذكم عنده أو يأتي عندكم وما أدري قضية يعني الأزواج اللي ذكرتيهم حسيت أنه في شيء وأنت ما ما فصلت فيه عمو من أخت الفاضلة الإنسان الذي معاه الله عز وجل لا يعاني من الوحدة أبدا ما يعاني من الوحدة بارك الله فيك أم أحمد من عجمان تقول أحبت استفسر عن صلة الرحم تقول أنا الأخت الكبيرة عمري فوق الستين عندي أخ من الأم والأب وهو أكبر مني وأنا على تواصل معه ولله الحمد لكن لدي أخوة من الأم لدي أخوة من الأب لا يوجد تواصل بيننا رغم عدة محاولات مني ولكن من دوني فائدة وأنا منذ صغري أبي وأمي منفصلين وأنا وأخوي عشنا مع أمي وأب أمي لكن لا يوجد تواصل بيننا أختي أم أحمد من عجمان بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك هذا الأجر هذه الصلة والرغبة في الصلة وأنت على خير أنت على خير الحمد لله مدام أن هناك من تتواصلين معه من أرحامك فهذه نعمة من نعم الله أما الصاد هذا الذي لا يريد أن يتواصل فهذا عليه وزر القطيعة وإثم القطيعة نسأل الله العافية والسلام وأنت لك الأجر والثوال كلما حرصت على مد جسور التواصل كلما حرصت على مد حبال الوصل معهم هم يرفضون لك الأجر وعليهم الوزر لك الأجر وعليهم الوزر استمري استمري وحاولي حاولي وحاولي أن ترسلي لهم شيء من الآيات القرآنية الحديث النبوية لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبه نصر الله تعالى أن يكتب لك الخير حيث كان أبو عبد الله من الإمارات يقول أنا موظف أستلم راتب شهري الحمد لله أنا أحسب كل سنة في شهر رجل ما تجمع في سنة وأطرح منهما علي من التزامات مستقبلية مثل أقصاط المدارس التي لم تدفع وأقصاط إيجار السكن التي لم تدفع ثم أحسب قيمة الزكاة على ما تبقى هل فعلي صحيح أبو عبد الله بارك الله فيك وتقبل الله منك بالنسبة لي أخي الفاضل للراتب الشهري طبعا الأصل أن الراتب الشهري إذا أدخل في الحساب الذي يزكى منه ما حال عليه الحول الذي يزكى منه ما حال عليه الحول يعني الذي مضى عليه 12 شهر قمري أما الذي لم يحل عليه الحول ما تجب فيه الزكاة لكن نحن ننصح دائما أن من يدخل إلى حسابه هذه الراتب الشهرية فإن الحسابات صعبة جدا أنك تحسب كل شهر في وقته فنقول له زكي في آخر السنة مثل ما ذكرت في شهر رجل فإذا كانت نيتك بأنك ستخرج ستسقط الأقصاد مثل رسوم المدارس الجاية ومن أموال لم يحل عليها الحول نعم يعني مثال أنت الآن يدخل أفترض حسابك شهريا عشرة آلاف عشرة آلاف الآن في رجب يعني سنة كامل أصبح عندك مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف الذي حال عليه الحول عشرة آلاف الأولى فقط شعبان يحول على الثاني عشرة آلاف الثاني وهكذا فأنت تقول والله أنا الآن عندي مثلا إلى ستة أشهر هناك عندي رسوم دراسية فأنا بدفع رسوم الدراسية علشان ما يحل حول على القصد الأول والثاني والثالث بهذه النية يعني قصدك تقول أنا أخصمها وتنوي الأشهر الأولى وبعدين تخرج الزكاة ما في بأس في هذا ولله الحمد والمن فأطمى من الشارقة تقول أخوي الكبير تكفل بأخي الصغير في كل شيء لأنه ولد بعد وفاة أبي تكفله في كل شيء دراسة وزواج ودراسة أولاده مع العلم الناخ الصغير لا يعمل أبدا ولا يريد أولاده يعملون ويريد أخاه أن يعطيه دائما ويقول أخي تركني بدوني عمل ودائما يدعي عليه مع أن أخي الكبير لم يقل له لا تعمل أريد نصيح اختفاط من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لأخيك الكبير محسن وما على المحسنين من سبيل وما دام أنه التزم الإنفاق على أخيك فهذا الإنفاق يكون إلى البلوغ فقط وأخوك اللهم بارك زاد بحيث أنه زوجه ويعني يصرف عليه وعلى أولاده الآن فليس لهذا الأخ الصغير الحق أبدا أن يدعي على أخيه لأنه دعاء بإثم وقطيعة رحم وليس له الحق أبدا أن يطالب أخاه بأنه يستمر في الإنفاق عليه الإنفاق عليه الوالد هو والد له الحق أن يوقف الإنفاق على الولد بمجرد البلوغ إذا بلغ الولد أوقف النفق عليه يقول له اذهب اشتغل كيف أخوه وإن كانت مسألة الإبن راجعة أيضا للعرف أحيانا له دور والسلطان في قضية الأحكام لاختلاف أحوال للناس أصبح أغلب الشباب ما يشتغلون في الأسواق وإنما يدرسون أنا فقط أنبه فلذلك هذا الأخ الصغير يتق الله ويخاف الله عز وجل وحالته كأنه ساكن ما شاء الله في فندق مجاني مجاني أكل وشرب وملابس وصرف عليه وعلى زوجته على أولاده من أخيه وبعدين طيب بعد عمر طويل مات هذا الأخ ماذا يعمل هذا الولد الشاب الصغير أظنه كبير الآن قلت يتزوج وعنده أولاد يعني يستسلم هكذا لذلك الأخ الكبير له الحق الكامل شرعا وقانونا وعقلا وعرفا وكل شيء له الحق أن يرفع يديه عن أخي الصغر بمعنى أنه لا أحد يحاسبه لا من الناحية الدينية الشرعية ولا من أحية القانونية لكن والله يحبه ويقول أنا حاب أني أكمل مسيرة يعني الصرف عليه والإنفاق عليه مدة حتى ألقى ربي هذا له أجر عظيم لكن هذا يساعد على الكسل الآن يمكن الأخ الكبير هذا أخطأ من حيث يريد أن يصيب أضر من حيث يريد أن ينفع هو ما يدري قصد حسن لماذا؟ لأنه مثل ما يقولون دلع هذا الولد الصغير أصبح رجل متزوج ويعني يطلب طلبات يعني الصغار فلذلك اخت الفاضل أنا إذا قلتي لما نصيحت ما نصيحتك يتوقف عن الصرف يقول اشتغل أنت وأولادك بارك الله فيك العنود من السعودية تقول هل يجوز سيام القضاء في شهر رجب العنود من السعودية بارك الله فيك الجواب نعم يجوز القضاء في رجب وشعبان وفي بقية الأشهر إلا رمضان رمضان عبادة يشتغل فيها المؤمن ولا يدخل عليها عبادة من جنسها و لذلك الفقه يقول المشغول لا يشغل ما يقضي في رمضان أما بقية الأشهر نعم يقضي ولله الحمد سواء في رمضان أو في عفوا سواء في رجب أنت قلت رجب في رجب أو في غير رجب لكن يتجنب العيدين و أيام التشريق ما يقضي في يوم عيد الفطر ما يقضي في عيد الأضحى و أيام التشريق و إنما يقضي بعد ذلك شمس من الأردن تقول عندما يتقدم لي عريس أستخير و عندما أشعر بتوتر أقول يا رب لا تضيعني فليسمعون يسمعني يقولون لي الله لا يضيع أحد و هذا خطأ فأرد عليهم بأني في ذلك القول أحس بضعفي لرب حاجتي له و ذله و ليس قصدي إن قاص في حق الله تعالى لكن أشعر بفقري شمس من الأردن بارك الله فيك بالنسبة لمثل هذا الكلام الذي قلت لا حرج عليك فيه فيجوز الإنسان يقول رب لا تضيعني رب لا تضيعني يجوز الإنسان يقول رب لا تضيعني لا تضيعني رب لا تتركني رب لا تتركني يعني مثل ما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين اللهم لا تكلني إلى نفسه طرفة عين ما في بأس ولله الحمد و ليس في هذا إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى أبو إبراهيم من هولندا يقول ابني عمره ستين سنة عاقل والدي شديد التعصب لا يحب أن يتحاور معنا يشتمنا يرفع صوت علينا لا يأكل معنا ولا يجلس لا صديق له ربينا على الصلاة منذ الصغر لكن بدأ يترك الصلاة أصيب بمرض الصدفية منذ 14 سنة ربما أثر عليه نحن في حيرة معه كيف نتصرف معه أخوي الفاضل أبو إبراهيم من هولندا واضح بأن ابنك هذا الذي عمره ستين سنة عنده مشكلة واضح أن لديه مشكلة واضح الأمر غير طبيعي ربيت على الصلاة وكذا والآن بلغ يعني من العمر عتية ومستمر في العقوق مستمر في كذا هذا يدل على أن لديه إما مرض روحي أو مرض نفسي والمرض الروحي قد يكون مس ولذلك يرقى وكذلك المرض النفسي كذلك يرقى تكون عنده عقدة نفسية صدمة ردة فعل معين مثلا فلذلك أخي الفاضل العلاج الرقية الشرعية علمه هو يرقي نفسه وإن امتنع ارقه أنت بالفاتح بالمعوذات وبالأدعية أنت ارقه والدت أيضا أو اتيه بإمام المسجد أو رجل صالح يقرأ عليه وهذا لا يمنع من عرضه على الطبيب نفسي بشرط أن يكون يعني الطبيب يعرف كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات أسأل الله تعالى أن يمنعه وبعدين بالمناسبة لا تنسى من دعواتك خاصة في الصلاة خاصة في قيام الليل ادعو له فإن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أبو أحمد من الشارق يقول عندي صديق أكثر أقوال كذب وثبت لي كذبه هل يجوز يعني لهذا الشخص أن يصليه بالناس وهل يجوز الشراكة في الشغل والعيش مع هذا الشخص أبو أحمد من الشارق بارك الله فيك بالنسبة لي الكذب يفسق فيه الإنسان الكذب إذا احترفه الإنسان وكان له عادة وجرب عليه الكذب فأن يفسق عند أهل العلم وصلاة الفاسق محل خلاف عند أهل العلم جمهور العلماء على صحة صلاته مع إثمه في التقدم وفي مذهب من المذاهب الفقهية يذهبون إلى عدم صحة صلاة الفاسق عدم صحة صلاة الفاسق الفاسق من حيث الكذب الذي احترف الكذب أصبح الكذب له عادة يعني معروف وجرب عليه وليس الذي يكذب مرة أو مرتين مثلا تنبه لهذا بالنسبة للشراكة كيف الإنسان يشارك من جرب الكذب عليه ما يحتاج استفتاء يا أخي الفاضل ما تحتاج فتوى يعني يعني شخص الآن يقول والله أنا عندي صديق كذب جربنا عليه كذب وكذا هل أشاركه كيف تشارك كذب على هذا يحتاج إلى السؤال ما يحتاج إلى السؤال وذلك الإنسان يحذر يحذر الكذاب المحترف للكذب هذا لا تأمنه هذا يبيعك في وقت أحوج ما تكون إلى وقوفه معك مثلا أو يضللك يضللك لأنه يكذب فتنبه لهذا يا أخي الفاضل أما قضية الصلاة لو تقدم الصلاة صياة في قول الجمهور بارك الله فيك أم أحمد من عمان تسأل عن أسباب تلبس الجام بالإنسان وهل للإنسان أن يمارس السحر أو الذي يمارس السحر له دور في ذلك أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة للأسباب التي تجعل الإنسان معرض لشر الشيطان كثيرة منها الابتعاد عن ذكر الله عز وجل يقول الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين كذلك الوقوع في المحرمات والعياذ بالله والانغماس في المنهيات هذا سبب من أسباب تسلط الشياطين ولذلك الشياطين يتسلطون أيضا على هؤلاء الذين ينهمسون في المعاصي وينغمسون في الخطايا والآثام الأمر الآخر الابتعاد عن طاعة الله عز وجل لأن الشخص المطيع لله عز وجل تحرسه الملائك تحرسه الملائكة أما الشخص الذي هو بعيد عن الله عز وجل فطبيعي أن الملائكة يبتعدون عنه ولذلك تتسلط عليه الشياطين وهذا لا يعني أن الرجل الصالح قد لا يتسلط إليه الشيطان لا يتسلط حتى على الرجل الصالح أحيانا لكن الله يحميه ويحفظه يحميه ويحفظه وبالنسبة لامتهان السحر وعلى شك بأن السحرة هم رسول الشياطين هم مناديب عن إبليس طبيعي جدا وما كما قال بعض العلماء يعني ما تعلم أحد السحر إلا كفر ما تعلم أحد السحر إلا كفر والكفر هذا يكون بعبادة الشيطان بالتقرب إلى الشيطان بالذبح للشيطان بطاعته في كل ما يأمر به الشيطان نسأل الله السلامة والعافية أم بلال من كولومبيا تقول أخي كان متزوج من سبع سنوات ولم يدم هذا الزواج بسبب عدم التفاهم لهم سنة ونصف من فصلين الآن يريد أن يتزوج من واحدة أجنبية لا تعرف شيء عن دين الإسلام وهي عايشة معهم منذ وقت من دون الزواج الجميع معترض حتى الوالدين لكن هو لم يرد على أحد لأن ولأن قالوا لأشخاص كمان ولا أحد من العائلة يريد أن يكون حاضرا هذا الزواج يمكن أن تتزوج عن طريق النت هل هذا يجوز مع العلم أنه يوجد منطقة جوار المنطقة التي نعيش فيها فيها شيخ كما أن الشيخ الذي على الإنترنت هو الذي يأتي بالشهود هل هذا يجوز أختي أم بلال من كولومبيا بالنسبة للأخ هذا يجب عليه أولا أن يرضي والديه قبل أن يشتغل بقضية كيف يعقد عقد الزواج يجب عليه أن يرضي والديه هذا الزواج سيأتي له أولاد ويكونون أحفاد للأجداد فكيف يريد أن يعيش عيش مستقرة وحياة طيبة هو في خصام مع والديه فيقنع والديه إذا اقتنع طيب إذا ما اقتنع لا يقدم على مثل هذا لأن مثل هذا النوع من الزواجات لا يبارك الله عز وجل فيه ما يبارك له فيه فقلي لي يشتغل بقضية أرضاء الوالدي الأمر الثاني قلت لي بأن امرأة لا تعرف من دين الإسلام شي هل هي مسلمة في العصل وجاهلة يعني هذه أهون أم أنها غير مسلمة طيب إذا كانت غير مسلمة هل هي وثنية أم كتابية إذا كانت كتابية من أهل الكتاب نعم يجوز الاقترام بها إذا كانت وثنية يحرم الاقترام بها ويجب عليه أن يبتعد عن قضية يعني فيما لو إذا تيسرت الأمور كلها أن يبتعد عن قضية الزواج عن طريق الإنترنت مع وجود شيء قريب في قرية قريبة منكم يذهب إليه ويعقد عليه هناك في المسجد بارك الله فيك أم زايد من العين تقول عندي ولد عقد على وحدة من الأهل وشاف شوف شرعية وبعدين قال أريد أتزوجه وبعد سنة من عقدهم قال أنه ما يباه وما اتفق مع بعض هل يا شيخ يكون عليه ذنب وأنا عليه يكون ذنب هل إذا رجعوا شيء من المهر أو شبكة نأخذها ولا حرام أم زايد من العين بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يختار للطرفين الخير أولا أخت الفاضلة لابد من إقناع الولد بالاستمرار في هذا الطريق وهذا المشروع الطيب فقد يكون حصل شيء من الإشكالات التي ربما بالإمكان حلها من السهولة يعني فحاولي حاولي مع ابنك إذا والله وجدت صدود فأنت لا ذنب لك كيف الآن تحملين نفسك ذنب أمر لا يدى لك فيه ما لك علاقة فيه أما الإبن إذا كان والله مستهتر لعاب مثلا سامحيني أقول هذا الكلام حتى أبين الحكم مستهتر لعاب فوضوي هكذا فقط يقضي مثلا وقت مع مخطوبته وبعدين يتركها لا عليه ذنب عظيم عليه ذنب عظيم أما إذا والله حصل ابنك رجل صالح ولد صالح طيب مؤدب ربيتي تربية طيبة لكن هو شاف بأنه صعب أنه يستمر مع هذه البنت اكتشف أشياء اكتشف فروق كبيرة جدا بينه وبين هذه الحرمة أو هذه البنت فرأى الانسحاب من الأول قبل أن يدخل عليها وقبل ما يجي أولاد ما عليه شيء ولا إلا الحمد ما عليه ذنب ما عليه ذنب لكن ما يخفاك يا أخت الفاضلة بالنسبة لي الآثار النفسية على البنت وعلى أهل البنت كبيرة جدا ذلك يوجد في بعض المذاهب الفقهية عندنا ما تلزم به المحاكم الزوج الذي طلق أو ترك مخطوبته أو طلقها قبل الدخول تلزمه بأشياء تلزمه بأشياء حتى قال المخطوبة إذا تأثرت نفسيا التي طلقت بعد العقد وقبل الدخول هذه حكامة معروفة الكلام على شخص خطب امرأة وبقي سنة تقولين سنة كاملة ثم تركها فجأة الآثار النفسية على البنت وعلى أهلها قوية لذلك اخت الفاضلة أنا أنصحك بأن ما ذهب من هدايا ما ذهب من هدايا تتركين منها أفضل تطيب لخاطرها وجبر لخاطرها ولقلبها قضية المهر إذا دفعتم المهر ممكن تأخذون المهر لأنه ما حصل عقد أنا فهمت من سؤالك أنهم مخطوبين وفي نصيحة أوجهها لكل من يشاهدين يا إخواني يا أخواتي بالتجربة بالتجربة ما طالت مدة الخطوبة بين المخطوبين غالبا إلا حصل شر سبحان الله العظيم ما طالت مدة خطوبة بين مخطوبين بين رجل وامرأة سنة سنتين إلا سبحان الله تعكر صف هذا الزواج في الغالب أنا ما أقول والله كله لا في ناس نجحوا ما شاء الله في الغالب فلذلك يا إخواني اللي يخطب يقولون إيش العوام خير البري عاجله يعجل في الزواج خطبت اليوم خلاص يا جماعة الشهر اللي جاء بعد شهر الدخلة يعني الزواج أو بعد شهر مثلا استعدوا ما قضية سنة الشيطان يدخل وفيه شياطين الإنس أيضا يدخلون قد يكون شياطين الإنس مادة الشر اللي عندهم أقوى من إبليس يفسدون بين الناس وقصص كثيرة مرت علينا ذهبت ضحيتها بنات مسكينات يعني بعض البنات وصب لها بعقدة إلى الآن ما تزوجت سنوات بسبب طول المدة والله يتعرفون على بعض كيف يتعرفون على بعض يدخل عليه ويتعرف عليه ليس بالضرورة فعلا ما يسمى بالحب قبل الزواج الحب يأتي بعد الزواج الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج بعد الدخول فأنا قصدي هذه نصيحة والله يحب لكم جميعا أنكم أي أهل بنت يجي شخص يخطب يقول والله الزواج بعد سنتين أو بعد سنة يقولون سامحنا سامحنا تبغى تدخل يدخل بعد شهر ولا شهرين أما سنة سنتين لا وسبحان الله شوف الآن هذا المثال عندنا الآن كيف سنة وبعدين شافه شوف الشرعية ورغب فيها والله مبارك لكن الشيطان دخل فهذه نصيحة لكم يا أخواني وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع أخت نشوان من اليمن تقول هذا يجوز أن أصلي قبل أن ينتهي المؤذن أخت نشوان من اليمن بارك الله فيك بالنسبة بالنسبة للمسلم إذا سمع الأذان من السنة أن يردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء ثم يأتي بالسنة القبلية إن كانت الصلاة لها سنة قبلية كالفجر والظهر وينتظر قليل ويصلي أما إذا كان الشخص مضطر إلى الخروج عنده موعد في المستشفى عنده موعد في الجامعة عنده موعد في كذا ويعلم بأنه إذا تأخر يترتب بعض الأمور ما في بأس مدام سمعت الأذان فإن الأذان علامة على دخول الوقت لكن لا تجعل هذا عادة هذا إذا احتجت إليه بارك الله فيك محمد الناصر علوي من تونس يقول هل يجوز لمن يطوف ويسعى أن يكشف عن بطنه وصدره وهو يطوف محمد الناصر علوي من تونس بارك الله فيك السؤال لماذا يكشف عن بطنه وصدره يعني ما الداعي إذا اعتقد بأن هذا من النسك فقد أخطأ فإن السنة بالنسبة للمحرم أن يلبس الإزار وأن يلبس الرداء إلا في طواف القدوم فإنه يطبع والإطباع هو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرده على الأيسر يظهر فقط الكتف وإذا انتهى من طواف القدوم أرجع الرداء وغطى صدره وبطنه وكتفيه أيضا وغطى كتفيه فإذا كان سؤالك هل من السنة أن يكشف الذي يطوف ويسعى عن صدر وبطنه يقول لا ليس من السنة أما إذا سألتني هل إذا حصل انكشاف للصدر والبطن أثناء السعي واثناء الطواف يبطل الطواف السعي الجواب لا ما يبطل ما يبطل الطواف السعي واضح هذا هو التفصيل في المسألة بارك الله فيك أخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا